السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت 11 أب أغسطس القمر اليوم موجود في برج الميزان لغاية ساعات المساء لغاية الساعة عشر و 33 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينج بعدها القمر ينتقل لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة عشر من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج لا يستقر القمر في برج القوس بعدها طبعا ما ننسى أنه نحن في فترة خلو مسار ومستمرة حتى نهاية هذا اليوم رح نذكرها بعد قليل القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22 و 52 دقيقة عصرا من عصر اليوم السبت بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما أنه اليوم موجود في برج الميزان فهذا أفضل وقت عاطفي لتقويت الرابط العاطفي لعلاقتنا مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شاهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرمانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال الفترة مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا نذكر أول أمر اللي هو خلو المسار اللي ذكرناه في حلقة الأمس قلنا أنه رح يبدأ الساعة 9.44 دقيقة من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 10.33 دقيقة من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينج يعني فترة خلو مسار طويلة قرارة 25 ساعة وهي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال أعمالنا اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار هذا أول أمر بتكون تحطه في عين الحسبان إنه هذا اليوم ما تبدأ أي شيء جديد فيه الساعة 10.33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هنا خلال هاي الساعات والأيام القادمة ما منعرف الحل الوسط لأن القمر بصير في العقرب يعني ما في عنا حل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا بنحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا نحن بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي يمكن أنهم ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة الرواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم وطبعا هذا اليوم ما بنصح فيه ابتدى من يوم الأحد ممكن مثل شراء منزل ولكن حتى هاي الأمور بسبب تراجع عطارد أو التروي بيكون أفضل أو التدقيق بالبنود بيكون أفضل ارجعوا لحلق التراجع عطارد في العذراء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش معا ما ينتقل القمر للعقرب بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبرضو بتقوي من شهوانيتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها حتى لو كانت إيش ما كانت إلا الإضطراري طبعا ما في مجال التأجيل ولكن أنا بفضل اليوم أنه ما يكون في عمليات جراحية إلا الإضطراري لكل أعضاء الجسم طبعا عندنا الكلة، الحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد، جعوذوا لللمس، البنكرياس، الأنسولين أسفل الظهر، الزايد الدودية طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية زي ما حكينا اللي هي ما إلها علاقة بهاي الأعضاء وأيضا إذا كانت ضرورية بالنسبة لعمليات التجميل طبعا هذا اليوم أنا ما بنصح بعمليات التجميل لا حق ولا جراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي الحئز صبغ ما بنصح فيه الحنة طبعا بنصح فيه القص العلاجي لأنه خلو مسار يعني شوي ما بتكون النتائج المرجوة ولكن كقص عادي تجميلي ما فيه أي مشكلة القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون صباح يوم الثلاثاء بيبدأ الساعة التسعة صباحا بتوقيت جرانتش وبيستمر لغاية الساعة عشر صباحا بتوقيت جرانتش يعني مدة ساعة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره ست أيام الساعة ثمانية وتسع دقائق صباحا نبدأ باليوم السابع نسبة الإضاءة أربعة وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب ورح يستقر في العقرب لغاية يوم 13-8 سعيد بنسبة 70% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% ساعة الظهر سعيد بنسبة 15% أما ساعة العصر تقريبا سعيد بنسبة 30% عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 15-8 بعد أن يكمل تراجع في برج الأسد سعيد بنسبة 5% الزهراء في العذراء حتى يوم 29-8 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم يتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم إذا تحرضت لاستفزاز لا ترد عليه باستفزاز آخر طبعا الشراكات هي الشراك المالية والعاطفية أو ما بين الأزواج حاول أنك تضبط عصابك القمر ما زال موجود مقابلك لمصلحتك طبعا أنا بحكي ممكن يعترض طريقة ضرف صعب أو تضطر لإخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات أما في ساعات المسائب تنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا إنكم ما تبادروا لأي عمل جديد باكر لعملك ما تسمح للواجبات بالتراكم ولا بالتزامن وما تهمل وضعك الصحي أو المهني نظم جدول أعمالك بشكل جيد ممكن تضطر لعمل وقت إضافي يحاول أنك تبعد عن المشاكل مع الزملاء لأنه ممكن تتعرض لاستفزاز في العمل فهذا الشيء ممكن يعني يعمل خلاف ما بينك وبين أحد الزملاء أو أخطاء في العمل أما في ساعات المسائب ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقدوا الأمور وتطرأ بلبلة بسبب تقابل القمر لا إلك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحبائكم ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات للتحالفات ولكن بدك تكون حذر من المتاعب الوعكات الصحية وأيضا فرض الرأي على الأحبة أو على الأبناء لأن هذا الشيء رح يدخلك في مشاكل عاطفية وأيضا ما تبالغ بالحضوض خلال هذا اليوم وحاول أي مساء تتعلق بالتجميل أنك تأجلها أما في ساعات المساء هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم وبتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي وحاذر من المشاكل الصحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تتجنب وإدخال أي تغيير جذري أو تغيير في دفع فلوس أو تصليحات مهمة جدا لها علاقة بالمسكن مثل شراء قطعة أثاث للبيت مثلا أو تغيير ديكورات إذا انت بادئ في هذا الموضوع كمل ولكن تبدأ فيه اليوم ما بنصح وحاول أنك ما تسمح لنفسك بالإنجراف وراء الإنفعالات ممكن تنشغل بحل مسألة شخصية وربما أنه يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تحذروا أثناء تنقلاتكم أثناء قيادتكم للسيارة أثناء حركتكم واللي بدي تقدم لإمتحان بدي يستعد بشكل جيد بدي تسارع وطيرة الحياة اليوم بتكثر الاتصالات والحركة فيها هي فترة مثمرة أهمش أنك ما تقف متفرج ولكن حاول أنك تحافظ على كلامك لأنه ممكن تجرح فيها الأشخاص اللي حوليك دون أن تشعر أما في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا تحذروا في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ولا ترضو التعامل مع المبهمات والمجهول أو الأمور اللي انت مش مدقق فيها بشكل كامل وخصوصا اللي بتتعلق بالأمور المالية واطلب الوضوح لا سيما التفاصيل وسامم وفاوض لأسترداد حقوقك انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن ولكن حاول أيضا نكما تبالغ بمصارفك واحذر من النصابين والمحتالين أما في ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتكونوا نشطين ومتحمسين تقوى على الصعاب بتكون قادر على حسم الأمور ممكن تبدأ صفحة جديدة مهنية أو اجتماعيا رغم أني أنا إذا كان الأمر ما قبل المتفق عليه ما في أي مشكلة ولكن تبدأ فيه اليوم يعني أجلو للغد بيكون أفضل وممكن يكون في بعض المسائل الشخصية المهمة وبرضو عندك عزيمة وعندك حماسة عالية أما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنه لا تبلغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي لا تقحم نفسك في أعمال صعبة ومعقدة الجو فارغ من أي حسم برضو لا تحسم أي أمر حاول أنك ما تتخذ أي قرارات وما تكون يعني مغامر أو بطل خلال هذا اليوم بناسبة العمل الروتيني فقط بيطرأ تغييرنا الأفضل على صحتكم ونفسيتكم من ساعات المساء بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك لأن القمر خلص بينتقل عندك وبيستقر فبتبدأ مرحلة جديدة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطه بين الأصدقاء أهم شي إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح لوجود أحد الأصحاب أو ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أما في الساعات المساء بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا أنه ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد ما تحسموا أي أمر لأنه القمر خلص بوصل وبيستقر في بيت المتاعب عندكم فهي فترة فارغة من الحض وحاولوا أنك تحللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً واصلوا أعمالك اللي اعتيادية ما تبادروا لعمل جديد وظف طاقتك كرر المحاولات السابقة صحيح الأخطاء ابحث عن الدعم ما تضعف ممكن التور لبعض الشروط أو الاعتبارات ولكن منك تكون حذر من إثارة العدوات ابعد عن المجهزفات أو المغامرات مهما كانت الأمور وخصوصاً مع رؤساك بالعمل أما من ساعات المساء وهنا بتلتقوا الأصدقاء بإمكانك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اللي بده يتقدم لأمتحان أو مقابلة أو عنده سفر بده يركز بشكل جيد إن كان بالدراب يعني ما فيه اعتماد على الحضوض وأيضاً لك تتفقد أمتعتك وأوراقك وكل شيء فترة جيدة نسبياً لا الإشي الروتيني ولكنك تبادر لمشروع ما بنصح فيه ممكن تروج لمشاريعك بنجاح بتكون اتصالاتك مع الخارج ناجحة لا تتردد في تكرار المحاولات بشجاعة أما من ساعات المساء بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تقضى على عدة تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اتجنبوا أي شراكة مالية تفحصوا حساباتكم المشتركة بنطلعك فترة مربك بعض الشيء ممكن تقلق بشاء عائلي أو شخصي بيتعلق بمستند أو ملف كون متيقب سوي بعض المشاكل احرص على توضيح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم ولكن ما تغامر مالياً نهائياً خلال هذا اليوم وبرضو احذر من النصابين والمحتالين أما من ساعة المساء هنا بتنشغلوا في مساء تتعلق بسفر أو اتصال بعيد بصير يوم مناسب لا يجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بنسبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء